مايكروسوفت تتخلى عن قيود الاكس بوكس وان نفس الوقت اللي مايكروسوفت تتخلى فيها عن قيود الاكس بوكس وان سوري نزلت تحديث ضرب اجهزة بلاي سيشن 3 دعونا نعرف تكس السلام عليك ورحمة الله وبركاته مايكروسوفت بشكل رسمي اعلنت تخليها عن القيود اللي كانت موجودة في جهاز الاكس بوكس وان واللي تسببت في انه الكثير من اللاعبين يغضبون بشكل كبير على مايكروسوفت الموضوع ما وصل بس لانه الغضب يعني وصل لدرجة انه اللاعبين بدأوا يقاطعون مايكروسوفت وكل بدي توجه الجهاز بلاي ستيشن لدرجة انه فيه تقريبا حسب بعض المواقع المتاجر العالمية الكبيرة وصلت فيها انه نسبة شراء بلاي ستيشن 4 نقدر نقول تقريبا 18 جهاز مقابل اكس بوكس واحد نعرف ان ابرز هذه القيود اللي كانت مايكروسوفت في حطاتها جهاز الاكس بوكس وان منها انك ما تقدر تستخدم الالعاب المستعملة منها انه لازم تشبك جهاز الاكس بوكس بشكل يومي منها ان الريجون ما كان مفتوح الان هذه الامور كلها راحت جهاز اكس بوكس وان من هذه الناحية صار تقريبا كأنه جهاز اكس بوكس 360 ما لازم تشبكه الجهاز يوميا بس اول ما تشتريه تقدر استخدم العاب المستعملة صار تقدر انك تشغله في اي منطقة مختلفة طبعا بعض الاشخاص داخل مايكروسوفت تشوفون هذه النقطة السلبية ان بالعكس ان الشي اللي كانوا بيقدمونا كان بيكون افضل للصناعة وان بالعكس ما كان ذاك الشي سيء اللي خلى اللاعبين بيغضبون عليهم بهذا الشكل عموما هذه السلب راح يعني نتعمق فيها في حلقة خاصة بهذا الموضوع ترقبوه لكن قبل لا ننتقل لخبر اللي بعده ابي كل واحد فيكم يعطيني راية في خطة مايكروسوفت هذه يعني مايكروسوفت كانوا جدا مواثقين من خطوتهم يعني بخصوص القيود اللي حاطينها انهم مواثقين منها وانه هي الشي الصح وانه هي المفروض ان الكل يطبق هذا الشي لكن الان تراجعوا عنه فهل لا تزال تلقوا في مايكروسوفت او لا يعني فاضفضوا تذكرونك في الالكترونيك ارتس اول كانوا يقولون انهم راح يشعلون الانلاين باس من العابهم الكل توقع ان الموضوع فيه خدعة ما هذا هو كلام قبل تعلم مايكروسوفت عن قيود الـ X-Box اما أن المعلم عقيد الـ X-Box اتجدوا عن الانلاين باس بسبب مايكروسوفت السوني قعمت عن جهازه لم يوجد قيود تراجع عن هذه القيود فالكل توقع أن الانلاين باس ترجع لما اي اي آي اعلم بشكل رسمي انهم لا اصدقوا لانلاين باس خلال الأيام الماضية سوني نزل وقته جديد جهاز البلايستيشن 3 هذا هو رقم التحديث التحديث هذا الماسف للأسف أصاب بعض الأجهزة ببعض المشاكل مش كل الأجهزة ببعضها هذه الأجهزة صار حتى أنك صعب من الأساس تشغلها و تمشي يعني تصفح الجهاز تسوي اللي تبغاه أعرف شباب شخصيا أجهزتهم يعني خربت نقدر نقول أنا جهازي الحمدلله ما صار فيه أي شيء فيعني أنت وحظك ما في شيء معين عشان تعرف هذا الجهاز بيجيه ولا لا فيه ناس قالوا أنه الأجهزة اللي ذاكرة فيها 500 دقائقة هي اللي تخرب لكن فيه أشخاص أعرفهم عندهم أجهزة 500 دقائقة ما جهة شيء عموما فيه حال لا سمح الله كان جهازك من ضمن الأجهزة اللي ضررت سوني أعلنوا أنه فيه تحديث رح ينزل إن شاء الله الأسبوع الجاي رح يحل هذه المشكلة و رح يعلمونك كيف أنك تقدر تشغل الجهاز بطريقة أنك تنزل التحديث الجديد فلا تخفوا محد إن شاء الله الجهاز راح فيها في بعض المتاجر بدأ تأخذ الطلبات المسبقة على جهاز بلاي ستيشن فور طبعا برا كيد هذا بدأ لكن أنا أتكلم هنا في الخليج عندنا متاجر قيك هاي جيمز في الإمارات بدأوا يأخذون طلبات سعر الجهاز عندهم من الآن تقريبا 1900 درهم اللي هو 1699 درهم و كمان في بعض العروض تأخذوا الجهاز مثلا مع الشراك بلوس و شيء كذا فيتطلع لك سعر الجهاز تقريبا 2000 درهم بالمرة خلالوا نعرف فيه أحد منكم حجز أحد الجهازين بلاي ستيشن فور إكس بوكس ون شخصين حجز الثلاثنين لازم يلي ريزدنت إيفل ريفليشن تعتبر واحدة من أبرز ألعاب ريزدنت إيفل اللعبة من كثم ما حبوها اللاعبين عجلة 3DS نقروها الآن عجلة HD نستعبوا بلاي ستيشن والإكس بوكس توقعنا أن نشوف أرقام رائعة علىها خصوصا أنها تقدم لمحات كلاسيكية التي طلبوها اللاعبين مك طويل للأسف اللاعب على جميع منصاتها ما بعت إلى 60 ألف نسخة فقط شهر ميل وشهر اللي نزلت فيه رقم يعتبر جدا محبط إن شاء الله إنه هذا شيء ما يأثر على الشركة و إنه هم مكابكم قالوا إنه هذا جزء ومبيعات هالي راح تغير يمكن مسار السلسلة في المستقبل ف رقم جدا ضعيف ما أدري والله إن ك بعضكم شاف فيديو طور اللاعب الجماعي خاص بلعبة واتش دوتس إذا ما شفتها الرابط موجود تحت تقدر تشوفها طبعا فكرة اللي زي ما احنا شايفين في الفيديو إنه ممكن اللاعب يدخل على اللاعب ثاني ويسيري هكرا فان تحاول تكفط اللاعب هذا ويسيري تروح تضرد وراوه وحركات فلا طبعا واتش دوكس واحدة من أبرز الألعاب القادمة هذه السنة على معظم الأجهزة ما شاء الله نازلة ترقبوها أكيد قبل أن يختم الحلقة شيكو كمان تحت في عندنا لكم رابط الإعلان التلفزيوني اللعبة باتمان أركم أوريجنز اللي هي تعتبر بداية قصة سلسلة أركم اللي لعبناها هذا الجيد طبعا لعنا الجزئين هو أركم سان و أركم سيتي هذه أركم أوريجنز تعتبر أساس هذه القصة وبدايتها لعنا أنت في زين الموجود تحت شوفوا يعطيكم أفعا فعا لمتابعة لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم للمشهر فيديو شبكات الاجتماعيين مختلفة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سلام عليكم